نقدم إليكم قائمة من أبرز مهرجنات الموسيقى الكبيرة في العالم العربي والعريقة وذلك لعدد جمهورها ونوعية الفنانين المشاركين فيها وأيضا استمراريتها عبر الزمن والسمعة التي حظيت بها نبدأ بأقدم هذه المهرجنات مهرجان بعلبك في لبنان طبعا يحمل المهرجان اسم مدينة بعلبك التي تقع في سهل البقاع في لبنان وانطلق المهرجان في دورته الأولى في العام الف وتعمائة وخمسة وخمسين ومنذ انطلاقه استضاف المهرجان عمالقة الفن والأدب عالميا ومحليا بأعمالهم المسرحية والغنائية حيث استضاف أم كلثوم وصباح وفيرود إلى مهرجان قرطاج الدولي الذي يحمل طبعا اسم المدينة التونسية قرطاج وانطلقت الدورة الأولى للمهرجان في العام الف وتعمائة واربعة وستين وحافظ على استمراريته سنويا ليكون له وزنه التاريخي وعراقته وأصلته وصدف المهرجان عبر تاريخه أسماء كبيرة في عالم الغناء مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ إضافة إلى نجوم عالميين إلى الأردن ومهرجان جرش حيث يحمل المهرجان اسم المدينة الأردنية جرش وهي مدينة أثرية ذات طابع روماني انطلق المهرجان في دورته الأولى في العام الف وتعمائة وثلاثة وثمانين ليصبح مهرجانا دوريا يقام سنويا برعاية وزارة الثقافة الأردنية بعد أن كان برعاية جامعة اليارموك نتابع معكم المهرجانات الموسيقية وإلى مهرجان الموسيقى العربية الذي بالمناسبة يفتتح اليوم في دورته الحادية والثلاثين في القاهرة وستطاع مهرجان الموسيقى العربية بمصر منذ انطلاقه في العام الف وتسعمائة واثنين وتسعين أن يحجز لنفسه مكانا في مقدمة المهرجانات الموسيقية العربية حيث أصبح يحظى بمكانة وجماهرية كبيرة في أنحاء الوطن العربي نظرا استضافته لعدد كبير من المغنيين والموسيقيين المتميزين وإلى مهرجان موازين حيث قام المهرجان سنويا في العاصمة المغربية الرباط ورغم حدثة تأسيسه إلا أنه أصبح في وقت قصير من أضخم المهرجانات في الوطن العربي وانطلق المهرجان في دورتها الأولى في العام الفين وواحد ويحيي المهرجان حشد من الفنانين والمغنيين والفرق الموسيقية العالمية الذين يمثلون أشهر الثقافات الموسيقية من كل أنحاء العالم